هذا خطير هذا خطير جدا للغاية والحديث الصحيح ماذا تفعل الحديث الذي رواه أبو داود والترميدي وابن ماجة وصححاه ابن حبان رحمة الله عليهم ماذا تفعل فيه العلماء ورثة الأنبياء ثم أظن أن الغضب أخذ بك مأخذا وحتى أنك ذكرت بالاسم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبا حنيفة والإمام أحمد ابن حنبل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد في دردشة خفيفة ولكنها هادفة إن شاء الله تعالى سيكون ردي في هذه الأمس على الدكتور محمد الفايد أصلحنا الله وإياه ولقد رأيت كم من هائلا من الردود من قبل بعض الشيوخ وطلبة العلم بين رد قوي ورد معتدل ورد ضعيف أيضا فأولا أحب أن أذكر بأنني كنت قد رددت تقريبا على هذا الموضوع على شخص يدعى أظن بوهلال أحد جهال هذه الأمة الذي ليس له من شغل سوى الطعن في البخاري وصحيحه والطعن في مسلم وصحيحه وهو ممن تلقفوا تصريحات الدكتور الفايد تلقفوها بالزبدة والعسل صح التعبير وراحوا يصولون ويجولون بها ويقولون عفوا لماذا انقلبوا انقلب الشيوخ على الدكتور الفايد وطبعا هي نفس أو نفس التصريحات تلقفها أيضا العلمانيون الذين لا يرقبون في هذا الدين إلا ولا ذمة وإذا ردي الذي نشره بعض الإخوة عن حسن نية أحسن الله إليهم وجزاهم الله خيرا كان على بوهلال وليس على الدكتور الفايد لكن بما أن الكلام كان ينصب على التعريف بالعلماء والدفاع عن صحيح البخاري وكذا إلى آخره فارتأوا ربما إما أنهم ظنوا أن هذا الرد على الدكتور الفايد وإما ظنوا أنه نافع في نفس السياق وإن كان الرد على بوهلال فهو الرد على الدكتور الفايد هو هو والمقصود هو المعلومة ربما لكن العنوان كان خاطئا كانوا يقولون محمد الفزازي يرد على الدكتور الفايد هذا غير صحيح محمد الفزازي يرد على أذكر الذي لا يساوي في العلم جناح بعوض أبوهلال أنا لا أذكر اسمه كاملا فهذا هو إذن أصحح هذه المعلومة أنا نعم على قناة الشوف تيفي في الأسبوع الماضي رددت على الدكتور الفايد في سياق معين وقلت وأعيد بأنني أعرف الرجل معرفة خاصة وكنت أنا وهو قبل سنوات في إذاعة من إذاعته التلفزيون من التلفزيونات الدار البيضاء شهرا كاملا كان شهر رمضان كان هو من الثالثة إلى الرابعة يعرض حصته ثم آتي أنا بعده من الرابعة والنصف عفوا من الرابعة إلى الخامسة والنصف مباشر شهرا كاملا وهناك تعرفت على الدكتور الذي أكن له كل التقدير وكل الاحترام وأرفع له القبعة كما يقال في فنه وفي مجاله وهو متخصص في علم الأغذية لا أظن أنه لا ينازعه في ذلك إلا القليل هذه واحدة لكن رأيت أن الرجل ربما يوجد هناك من أغضبه غضبا شديدا حتى إنه طبعا أنتم تعلمون الإنسان إذا غضب فقد يقول قولا ربما يندم عليه ونبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب الغضب قبيح وأظن أن أظن أنا أظن أن الدكتور الفيد أغضبه من أغضبه وراح يقول يرد على الذين يعبدون يعبدون الألباني ويقول أنا لا أعبد الألباني فأحب أن أقول لأخي الدكتور فايد الذين يعبدون الألباني كفار خارجون من ملة الإسلاح وبهذا أنت تكفره لأن من يعبد الألباني بل من يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ملة الإسلام من يعبد الملائكة كافر من يعبد أيا كان كافر لأن العبادة تنصرف لله وحده تبارك وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكيف يكونون مسلمين وهم يعبدون عالما أو شخصا أو بقرة أو لست أدري فأنت تصرح يا أخي الفيد لا أدري فيما إذا كنت تاعي ما تقول أو لا تقول يعبدون الألباني أنا لا أعبد الألباني كيف يعبدون الألباني أنا أريد أن أفهم فإذا كان ولابد عليك أن تستعمل لفظا آخر فعلا آخر يغالون في حب الألباني يقلدون الألباني يتبعون الألباني حذو القذة بالقذة لا أعرف شي حاجة لكن لا تقول يعبدون الألباني يعبدون الألباني يعبدون الألباني يعبدون غير الله وإذا سألتك الآن سؤالا صغيرا بسيطا يا دكتور يا محمد يا الفيد حفظك الله هل من يعبد غير الله مسلم أو كافر فستقول لي كافر يعبد غير الله كافر أيا كان هذ غير الله فالعبادة لا تنصر إياك نعبد وإياك نسعين على تقديم المعمول إياك نعبد ليفيد الحصر فالعبادة لا تنصرف إلا الله تبرك وتعالى هذه قضية ينبغي أن أنت تعلم أنني لا لست مغاليا في حب الألباني ولا في حب غيره وإنما رحمة الله عليه أستفيد من علمه في علم الحديث الرجل محدث وهناك من يعتبره من محدثي العصر ومتخصص في فنه طبعا هناك من يعارضه كما كان يعارضه الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ويعارضه مفتي الدير السعودي الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا ويعارضه بل كفره من كفره حتى كتب أحدهم ويلك آمن يعني يعتبرونه كافرا بالله فقالوا عنوان كتاب أنا رأيت ويلك آمن يعني هو عندهم بعده ليس مؤمنا لكني أنا كالشخص الذي أمامك أعتبر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عالما متخصصا في علم الحديث وغيره كثير في هذا الفن يصيب ويخطئ هذه نقطة ثم أظن أن الغضب أخذ بك مأخذا وحتى أنك ذكرت بالاسم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبا حنيفة والإمام أحمد ابن حنبل هؤلاء هؤلاء الأئمة الأربعة الذين أجمعت على إمامتهم الأمة أو كادت تجمع عليهم فلا يوجد هناك مسلم واحد الله ما إلا أن يكون رافضيا شيعيا مغاليا في التشهد أنا أقصد أهل السنة والجماعة لم أسمع في يوم من الأيام ولا أعتقد ولا أتصور أن مسلما واحدا يطعن في الإمام مالك ويقول هو ليس عالما أو في الإمام الشافعي ويقول هو ليس عالما أو في الإمام أحمد ويقول هو ليس عالما أو في الإمام أبي حنيفة ويقول هو ليس عالما ما أعرف ولا واحد إطلاقا فإذا لم يكن هؤلاء علماء فمن العلماء إذن من العلماء إذن يا أخي الفايد العلماء يعني ضروري العالم هو الطبيب المتخصص والصيدر المتخصص وعالم الأغذية مثلك وعالم البيولوجيا والجيولوجيا ومن عرفيه شو الأحياء عالم في القرآن عالم في الشريعة عالم في الحديث عالم في اللغة عالم في الأدب هؤلاء ليسوا علماء وهنا نصل إلى النزاع أصبحنا ننازع فيما إذا كان علماء الإسلام علماء أم مجرد فقهاء أنت تقول هم فقهاء وليسوا علماء تتنفي عنهم صفة العلم إطلاقا والتقطها من التقطها من صعاليك العلمانيين وقال وعنده الحق يعني هكذا كلام صحيح هم فقهاء في الدين كما اليهود عندهم فقهاء والنصارى عندهم فقهاء والمسلمون لكن العلماء لا لأن العلم يخضع للتجربة ويخضع للتجاوز وما يحققه العلم الآن ممكن أن يراجع بقطعية أخرى غدا وإلى آخره فيهذي فيهذي وتأمرنا أخي الفايد أن نذهب إلى المعاجم اللغة لنبحث في المعاجم اللغة الأجنبية وقلت لنا بأن العالم هو العلم سيونتيفيك العلم سيونس هذا هو العلم يعني بمعنى آخر أن فقيه وعلم في الشريعة وعلم في القرآن هذا ليس عالما هذا خطير هذا خطير جدا للغاية والحديث الصحيح ماذا تفعل الحديث الذي رواه أبو داود والترميذي وابن ماجا وصححه ابن حبان رحمة الله عليهم ماذا تفعل فيه العلماء ورثة الأنبياء هل الأنبياء كانوا يعلمون هكذا إن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم أو كما قال صلى الله عليه العلماء ورثة الأنبياء هل كان الأنبياء يعلمونهم فن الزراعة ومكونات الخضار والفواكه والحبوب والقطنيات هل كان الأنبياء والرسل يعلمون أممهم يعلمون أممهم الطب والصيدالة وعلم الفلاك والصناعات الميكانيكية وما إلى ذلك يا أخي الكريم أجبنا أنا أسألك بالله عليك إن العلماء ورثة الأنبياء ورثة الأنبياء ماذا ورثوا عن الأنبياء ورثوا عنهم العلم هل ورثوا عنهم الطب والصيدالة والميكانيكو إلى آخر وعلم الأغذية أم ورثوا عنهم التوحيد والإيمان والعلم بالعلوم التي تؤدي إلى الآخرة إلى الجنة أنا يصرني أن أتحدث إليك وأنا أعلم أنك مسلم ولو كان الحديث مع أولئك زنادقة العصر الذين لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة ولهم يحزنون لكان لي معهم أسلوب آخر في سياق آخر أنت تعلم أنني أقدرك وأضعك في مرتبة عالية جدا وأستفيد منك في مجالك في مجالك فقط ولا شك أنك تحترم التخصصات لكن دعونا الآن فقط في كلمة عالم طيب يا سيد ارجع إلى لسان العرب ارجع إلى المعجم الوسيط ارجع إلى الفيروس أبادي ارجع إلى كتب المعاجم للغة العربية وابحث عن كلمة عالم عالم عالمون علماء أنا أقول لك أكثر من هذا السحر علم وهو علم ضار طبعا ولقد علموا علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا ويتعلمون قبلها ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا ويتعلمون فهو علم السحر علم لكنه علم شيطاني علم فاسد علم ضار والعلم الآخر فماذا تصنع بقولها عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء بالحصر إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني ضروري هم علماء للتغذية والأطباء والصياضيلة وصحب التجارب النووية والأخر هؤلاء هم الذين يخشون العلماء يخشون الله تبارك وتعالى علماء الشريعة والتوحد والإيمان والعلماء القرآن والعلماء الحديث والعلماء هؤلاء لا يخشون لا يخشون الله إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء الله عز وجل سماهم علماء والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم علماء هؤلاء الفقهاء في الشريعة وكذا سماهم الله عز وجل علماء الله سماهم علماء النبي صلى الله عليه وسلم سماهم علماء فماذا إذن يعني فهل يبقى لقول غير الله قول وهل يبقى لقول أو لغير قول رسول الصلاة قول إذا قال الله فقوله الحق إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقوله الحق العلماء ورثة الأنبياء وفي الآية الأخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم دارجات والذين أوتوا العلم دارجات أي علم علم الأغذية طيب الصيدل والآخره هو ينبغي أن نعلم أن شرف العلم بشرف المعلوم هكذا شرف العلم العلم يعني درجات مراتب وأعلى العلم ما تطرق إلى أعلى معلوم وأعلى معلوم هو الله تبارك وتعالى إن شرف العلم بشرف المعلوم فالعلم الذي يؤدي إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى من توحيد وإخلاص وتجرد وإلى آخره فهذا رأس العلم رأس العلم خافة الله القمة طب الفوق بلافون ديال العلم العلم الفوق ومخافة الله بل أستطيع أن أقول على ظلال قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي الذين لا يخشون الله ليس علماء بمفهوم المخالفة ليس علماء فالعلم هو الذي يخشى الله عن طريق علمه ولو يكون متبح حرف ما بغي يكون هذا العلم الذي لم يوصله لم يوصله بعد إلى الخوف من الله باقي خصو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا زي ما حسب لك طفره والله ما يطفر أي عالم ولا أي باحث وفي أي شيء منافعه لا تتجاوز الدنيا اللهم إلا سلك بذلك مسلكا إلى الله تبارك وتعالى أي نعم دك سعيه الطب طريق إلى الجنة الصيدلة طريق إلى الجنة علم الفلك طريق إلى الجنة نعم لأنه دله على الله فأنا والله يعني لا أفهم يعني كيف وصلت إلى هذه والله لا أفهم يا أخي العزيز في الحديث الصحيح الذي رأى مسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة سلك الله به طريقا إلى الجنة من سلك علما أو من سلك طريقا يبتغي به علما علما هكذا جاء بالتنكير وأعلم أنك ملم باللغة العربية ولا شك أنك تعلم هذا التنكير هنا ماذا يفيد من سلك من من صياغ العموم من سلك طريقا يبتغي به علما هكذا نكرا فإذا هو يعم هذا العلم يعم كل علم كل علم من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة فلم يقل علما كل ما يدخل في كلمة علم التوحيد علم يا رجل أعلى علم على وجه الأرض التوحيد العلم بالله أنت تحفظ القرآن وأنا أعلم ذلك فماذا تقول في قولي عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله فينبغي أن نعلم لا إله الله وليس فقط أن نقولها لا إلا الله علم يا أخي الفيد وفي الحديث الذي رواه أثمان النعفان رضي الله عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة هناك حديث أخرى من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إلا آخره لكن هناك حديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أخي فيد يعني كل ابن آدم خطأ وخير الخطأ إن التوابون ليس عيبا أن نخطئ والذين أغضبوك الغضب جمرة من نار فلا ينبغي أن نركب أنفسنا لنصل إلى إلى ما لا يحمد عقبه لنقع في هذه الأخطأ الفادح قبيحي أخي فاد والله إني مشفق عليك وأقول ما أقول حبا فيك حبا فيك ليس بغضا فيك ولا من أجل تحطيمك ولا من أجل الإكثار من الردود عليك ولا حاشا لله ولكن ما جئت به شيء عظيم شيء خطير جدا للغاية طيب الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعلمه هل كلمة تعلم هنا في موضعها أو حتى ينحيده خيركم من تعلم خيركم يعني لجبنا الأطباء والصيادل وعلماء النفس علماء من عرف كل علماء الأرض كل علماء الأرض وجعلناهم على صعيد واحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم أنك تؤمن بالبخاري ومسلم أن سمعتك تقول هذا ليس بالبخاري وهذا ليس بالبخاري أخي فايد خيركم اسمه تفضيل من تعلم القرآن وعلمه إذن من تعلم القرآن وعلمه خير من الأطباء والصيادلة والمهندسين وعلماء النفس وعلماء الجيولوجيا والبيولوجيا وعلم الغازة وقل ماشئت أن كلمة خيركم اسمه تفضيل المخير فيكم أحسنكم أكثركم علما أفقهكم أعلمكم من علم القرآن وعلمه تعلم القرآن يا أخي من علم القرآن وعلمه من تعلم القرآن وعلمه ولم يقل من حفظ القرآن وحفظه لقل من تعلم القرآن فللقرآن علوم ومن أسوأ ما يمكن من أسوأ أنا أختار كلماتي من أسوأ ما يمكن أن يكون هي أن يدخل أحد أحدنا على فهم القرآن من من جمجمته اعتمادا على نفسه يا رجل الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية أو تلك لا يفهمونها نجي أنا أنا في القرن 21 ولا نياش ونقول لا أنا هم رجال ونحن رجال ونتعلم اللغة العربية وندخل ونفهم القرآن الكريم أحب من أحب وكره من كره ونطح الحيط لا يا أخي ليس هكذا والله يا أخي يا دكتور فيد والله ليس هكذا أبدا أبدا هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا قالوا له فاكهة قد عرفنا ما معنى الأب وفاكهة وأبا ما معنى الأب فيروى أنه قال لهم أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله وفي كلام الله ما لا أعلم أو كما ورد أبو بكر الصديق الذي رضع اللغة العربية من أثدائي من ثدي أمه هو والصحابة عرفوا اللغة العربية بالسليقة ينطقون بها بالسليقة كما أنطقون بالدريجة وكانوا لا يفهمون هذه الكلمة أو تلك هذه الآية أو تلك والنبي الصعصم يبينها له لذلك إذا رجعت لتفسير صورة عبسة وفيها الآية الكريمة وفاكهة وأبا من علماء الإسلام المفسرين قالوا وفاكهة وأبا الفاكهة معروفة وأبا هو أكل الحيوانات النباتات والحشائش التي يأكلها أو التيبن أو كذا الذي يأكله تأكله البهائم قالوا وتفسيرها وراءها متاعا لكم ولأنعامكم فاكهة متاعا لكم والأب متاعا لأنعامكم الشاهد عندنا أبو بكر الصديق يسأل عن نبي صلى الله عليه وسلم أو يسألونه الصحابة يسألونه صفر الله الصحابة يسألونه عن الأب يقولوا لهم أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إن أنا قلت في كتاب اللي ما لا أعلم هذا شيء خطير خطير للغاية فعلماء الشريعة علماء علماء القرآن علماء علماء السنة علماء الأئمة الأربعة علماء وبالمناسبة فالمذاهب أكثر من أربعة المذاهب لا حد له وانتشر عند العامة أن المذاهب أربعة مذاهب الإمام مالك مذاهب الشافع مذاهب أبي حنيفة ومذاهب إمام أحمد بن حمد كين مذهب سوفيان بن عينا وكين مذهب من مديني وكين مذهب من عرف ياشي طاوس وكين مذهب قتادة وكين مذاهب شتى فلكن يحدث أن هذه المذاهب وجدت من ينشرها وجدت حكاما اعتنقوها وآمنوا بها واستمشروا بها وانشرحت لها صدرهم فعمموها في بلادهم ثم طلبتوا هذا المذهب طبعا نشروا هذا المذهب ويعينوا القضاء من هذا المذهب والأئمة والخطبة من هذا المذهب فينتشروا هذا المذهب ولا ينتشروا المذهب الآخر لكن المذهب كثيرة فإذا وصل بنا الحال إلى أن نحتقر علماء الإسلام فأيموا الله كارثة والله كارثة يا أخي فيد أسأل الله عز وجل لي ولك وللمتابعين والمتابعات ولكل المسلمين التقوى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا فالأمر خطير والأمر جلل وأجدد لك تقديري واعترافي لك بعلو كعبك في مجالك وأقول لك إنك في علوم الشريعة وعلوم القرآن تحت كلمة عالم استكثرتها على علماء الإسلام استكثرت على علماء الإسلام أن يكون علماء وتقول فقط هما فوقها الفوقها علماء ما معنى الفقه النحو علم ولا مش علم علم النحو المتخصصون في النحو وعلماء في النحو علم النحو نسميوه شي علم النحو هذا المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين في المملكة المغربية ينبغي أن نعيد النظرة في تسميته وأن نسميه المجلس الفقهي الأعلى أن كلمة العلمي لا تناسبهم غير صحيحة في مكانها المجالس العلمية المحلية في كل الأقالم تاهية اسمه المجالس الفقهية يا أخي الفايد صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مصلى على محمد وعلى المحمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم وبارك على محمد وعلى المحمد كما باركت على إبراهيم وعلى الإبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته